الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ده مقطع عن أحد شيوخ الطريقة التجانية وهو شيخ كبير جدا بالسودان من شيوخ الطريقة التجانية الطريقة التجانية كما هو معلوم الآن هي أوسع الطرق الصوفية انتشارا في العالم وبالذات في أفريقيا وسط أفريقيا وشمال أفريقيا وكذلك جنوب مصر وعندنا في السودان في غرب السودان وأيضا في المغرب والجزائر وغير من البلدان وهي طريقة ضالة ضلال مبين وضلال بعيد عن صراط الله المستقيم في المقطع ده الشيخ مدواقف في قبر أحمد التجاني ومعه مجموعة من الصوفية التجانية يستغيسوا بالشيخ أحمد التجاني ويدعوه من دون الله ويتخذونه إلها بالباطل ويشركونه مع الله سبحانه وتعالى بالباطل يا شيخ أحمد بن محمد التجاني إنا وضعنا جميع مراداتنا ومطالبنا في يديك ما ذكرناه وما جرى على قلوبنا وما كتبته أقلامنا جميعه ما لم يكن فيه معصية وضعناه في يديك ومرادات إخوتنا الذين جئنا نمثلهم وننوب عنهم جميعا يا شيخنا وضعناها في يديك فحققها لنا ضمانا مؤكرا منك يا شيخ أحمد التجاني إني قد وضعت جل إني قد وضعت نفسي ووالدي وأبنائي وأشقائي وشقيقاتي وجميع الذين أخذوا عني وجددوا عني وضعت جميعنا أمانة في يديك حتى تسلمنا لجدك النبي الحبيب داخل الجلد اللهم إنا نسألك اللهم اغفر لنا جميع قلوبنا وعافنا وأستر لنا جميع عيوبنا وحقق لنا جميع مراداتنا وحقق لنا جميع رجائنا بجاه شيخنا أحمد التجاني اللهم إن لم نكن أهل لإجابة الدعاء فأجب دعاءنا وحقق رجاءنا وحقق لنا جميع مراداتنا سريعا عاجلا بدون شرق ولا قيد إكراما لوليك الحبيب الأحبي الأكرم الطب المكتوب البرزخ المكتوب الخاجب المحمدين مع المسجد الشيخ أحمد بن محمد التجاني يا شيخ أحمد التجاني اغمر لنا تحقيق جميع مطالبنا ومانا مؤكدا حظمنا وياكم سر وعلى الناس عندنا وياكم وحكم هذا الكلام شركم بالله لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة ومن عبد الله فقد وحده ومن عبد غيره فقد أشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى وأيضا يقول الله جل جلاله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يعني اللي بتدعوهم من دون الله ديل كان أنبياء كان رسل كان ملائكة كان المهم إنس أو جن أو كانوا صالحين أو أولية ربنا قال ما يملكون من قطمير هؤلاء المدعون من دون الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم الله قال ما بيسمعوا ما بيسمع دعاك أصلا ولو سمعوا يعني لو فرضنا إنهم سمعوا لكن هم ما بيسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم شوف ربنا سمى دعاء غير الله شرك إذن البدع غير الله سبحانه وتعالى مشرك والشرك إذا أعظم زم لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا والمشرك ما بيدخل الجنة الجنة عليه حرام ومأواه النار خالدا مخلدا فيها قال تعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهنا ربنا قال في الآية ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحان الله القرآن واضح وينهى عن دعاء غير الله ويجعل ذا شركا بالله وهو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض رغم ذا كل الصوفية مصرين مصرين بل كبار كبار شيوخ الصوفية مصرين إصرار شديد إنهم يدعوا غير الله ودأس قالوا كمان عنده دكتوراه كمان في العلومة الإسلامية واقف هو ذا زي ما شفته في المقطع في القبر أحمد التجاني ويدعوه ويدعوه من دون الله وبدأ بالدعاء أولا دع أحمد التجاني أول شي إنه يعمل ليهم ويسوي ليهم زي ما سمعت وزي ما شفته بعينكم بعد ذاك بعد ما انتهى بعد ذاك دعاء الله شو الورطة دي كيف يعني أحمد التجاني أول بعد ذاك الله عند التجانية اثنين نمر اثنين دي عند التجانية وده والله غاية في الكفر بالله ياخد المشركين ما حصلوا كفر زيدا نسبوا جاهل ونسبوا لهب لأنه ربنا حكى عن المشركين الأوائل كانوا بيدعو غير الله عز وجل في الرخاء أما في حالة الشدة ما كان بيدعو إلا الله قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دينا المشركين الأوائل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر يعني في حالة الرخاء في البر إذا هم يشركون لكن إذا ركبوا في الفلك بيدعو الله براوه سبحان الله وقال عكرمة كان المشركون إذا ركبوا في السفينة حمل كل واحد منهم معه صنما صغيرا حتى إذا تلاعبت بهم الأمواج وخافوا الغرق ألقوا الأصنام في البحر كلها يجدعوا في البحر وقالوا يا رب يا رب يا رب نجنا المشركين كان يعرفوا إنه ما بنجيه من الورطات إلا ربنا شكرا كان في حالة الشدة ما بيستغيص إلا بالله ديل في حالة الشدة وفي حالة الرخاء يستغيص بغير الله سبحانه وتعالى بل ويصرف لشيوخ من الميتين الربوية والألوهية سيما شفت من هذا المجرم الدجال التجاني كيف يستغيص بغير الله والقرآن كل ينهى عن الشرك بالله كل القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين وربنا خاطوا بعقولهم قال لهم البتدعوهم دا الميتين ما بيملكشي قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ما بيخلقوا حاجة أحمد تجاني دميت ما بيخلق حاجة وهم أخلق يعني ضعيف وبيموت ما عنده حاجة قال تعالى بعدها أموات غير أحياء أموات الصلميت غير حي لكن ربنا داري أكد لهم إنهم ما بينفعوا قال لهم أموات قال لهم أموات تعالى قال لهم غير أحياء وكمان وما يشعرون أهيان يبعثون والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار وقال لابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات إلى أن قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله آذر صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله صلى الله عليه وسلم